في ناس بتقضي حياتها كلها الدور عن الوانس والواحدة بتكون أتلاهم يعني دايماً فكرة الوحدة دي فكرة مرعبة طبعاً شوية كلمي شوية عن الفكرتين فكرة الوانس والواحدة يعني هم لتنين عكس بعض تماماً بالضبط بس خليني أقول لحديك أن الوانس لازم يبدأ من جوة أنا مؤمن بذلك طول عمري فكرة أن الواحد يعتمر على مصدر خارجي أي أن كان هذا المصدر في جلب السعادة ليه أو في دعمه نفسياً أو في دفعه للأمام فدي مش فكرة صح لأن احنا مش طول الوقت هنلاقي اللي بيدعم مش طول الوقت حتى أقرب الناس لنا يبقى عندهم وقت فاضلين مش عشان هم وحشين بس هي طبيعة الحياة كب فأنا بشوف دايماً أن الواحد لازم يبدأ من جواه ويرتب ورقه أنا مثلاً في بعض الأحيان لما اضغط من الشغل وما فيش أي حاجة محاوقة فيه أفصل خالص من الدنيا أقفل تليفوني أروح أكل أكلة حلوة بحبها أروح أقعد على أهوة يعني مش شرط الحاجات اللي نعملها حاجات ضخمة أو حاجات كبيرة أو حاجات غالية بس الفكرة أن الواحد يبقى له كلمة سر يبقى له مفتاح بيغير الموت بتاعه ويعمله رفريش وارجع نظيف من الأول تاني عشان يعافر مرة تاني فرقم واحد مش لازم الناس تعتمد على الآخرين في جلب الوناس لازم تتونس بنفسك أولاً أولاً بل إن أنا لو ما تونستش بنفسي ممكن لو حتى قعدت مع مصادر للوناس ما تلقاش الموجات بتاعتهم فده رقم واحد رقم اتنين لازم لكل واحد يبقى دائرة مقربة اللي هي خط الدفاع الأول الزوجة الأبناء الأصدقاء أين كان بقى نوعية هؤلاء الناس وبقى دايماً ما بينهم مش هنقول موعيد بس الحياة واخد الناس قوي فأعتقد الحل الوحيد دلوقتي علشان نرتب أمورنا أن يبقى فيه مرة في الشهر مثلاً متفقين أين كانت مشغلنا أين كان ظروفنا هنتقابل في هذا الموعد في هذا المكان إن شاء الله في البيت يعني مش شرط خروجها وغالية وكلام ده ونبدأ نتكلم ونتطمن على أخبار بعض الحاجات دي بتفرق كتير قوي مع الواحد بتخليها تخفف من الضغوط بتخليه يعيد رسم خريطة الطريق مرة تانية خصوصاً لو الأشخاص دول بيحبوها وبيحبوهم بالتالي هيبقى بيفكروا على موجة واحدة فيسهلوا على بعض الأمور الكتابة ممكن تكون وانس أنا شخصياً كده ممكن تكون وانس ازدكريات ممكن تونسنا والسوشال ميديا وانس بشكل أو بآخر ورغم مساوئها فالناس بتلاقي ده عشان كده لما بلاقي حد كاتب مثلاً عن عيد ميلاد وكاتب عن إنجاز عمل وبخش وبهنيه مبروك حتى لو مفيش معرفة شخصية حتى لو البوست ظهر وصادي بالصدفة نوع من أنواع جابر الخواطر لأن كمان فيه ناس بيبقى ها دي وسلتها الوحيدة للإحساس بقيمتها أو الإحساس بأن حد شايفها في الموحيد بتاع أنا ضد الناس اللي بتقول يا جماعة الفيسبوك بقى أنا تعبان وحطت صورتها تعبان لأ ما تعملوش كده الناس تعمل ليه عاوزان مش شرط نبقى رقباء على بعض أنا مش عاوز أعمل دك يا حسين مش عاوز أعرض حياة الشخصية أنا حر ما تعملهاش بالضبط لكن ما جبرش حد آخر إنه يلتزم ويعطنق نفس مبادئ خصوصاً فعلاً زي نقول الحقيقة وعن تجربة في ناس ببقى هو ده المصدر الوحيد بقصادهم إنهم يقولوا إحنا موجودين إحنا عايشين نظرية الواحدة اللي حظيك بتقول يا علي في محيطه العائلي مش لاقي ده في شغله مطحون فهو لقيه في العالم الآخر أو في العالم الخارجي أو في العالم السوشيال ميدي لا بأس خالص مدام ما بينتهكش أي معايير أنا مش عاوز أعمل ده قصتي لكن لا ألزم ده مشكلتنا عموماً إنه نحن بنحاول نلزم الآخرين يمشوا على نفس الكتالوج بتاعنا لكن فعلياً يعني بأبسط طريقة لو كل واحد تخلاف حاله دي مهمة أوي هتفرق مع ناس كتيرة أوي حقيقي